قال المشاهدين أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا طبعا هذا المثل صحيح ومئة في المئة في بعض الأحيان ولكن بحالة الاهتمام بصحتنا الجسدية والكشف عن الأمراض هذا المثل لا ينطبق بشكل كبير أثبتت الدراسات أن الفحوص الدورية بسن مبكر يقي أجسامنا من مشاكل صحية كبيرة بالمستقبل أنا بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع عن بناء خطة صحية تخلي أجسادنا قادرة على القيام بواجباتها بيتم فعالية عندما نصل لمرحلة التقاعد معنا الدكتورة سماح حبوث استشارية طب الأسرة صباح الخير يا دكتورة وأهلا وسهلا أهلا صباح الفل وصباح الفل للمشاهدين وشكرا لإستبالكم إلي بهذا البرنامج شكر لك يا دكتورة من وين نبدأ بإعداد الخطة الصحية لجعل أجسامنا سليمة مع التقدم بالعمر صراحة الموضوع كتير مهم ولازم نفكر فيه من مرحلة الشباب هي مرحلة مع بعض 18 سنة نعم ومش بس لشهر أو شهرين أو تقولي سنة أو سنتين لازم نعمل خطة صحية سليمة تبدأ من الشباب وتستمر لازم الاستمرارية بالموضوع يعني يكون نمط بالحياة نمط نمط عادة أنه يتعود عليها الشخص أنه تستمر معه وتتضمن عدة عوامل اللي هي الحفاظ على البدن والجسد لأنك تقدم بالعمر بتقلي اللياقة البدنية فعشان حفاظ على الجسد والبدن لازم ممارسة الرياضة بشكل منتظم العامل الثاني الحفاظ على النفسية وهذا جدا مهم لأنه يتقدم بالعمر حالات الاكتئاب والقلق والله دكتور أصعب شي هذا لازم نتعلم كيف وسائل الاسترخاء المحافظة كمان على الحالة الاجتماعية الاندماج مع الأصدقاء الاندماج مع الأسرة الاندماج مع الأصدقاء ويستمر هذا الموضوع لأنه في فترة الشيخوخة الشخص بمي إلى العزلة وإلى الوحدة وهذا طبعا بأثر على النفسية العامل الثالث الحفاظ على الذاكرة الحفاظ على الدماغ بتناول اسلوب أو نظام غذائي صحي نوم كافي منتظم البعض عن التدخين وأهم نقطة نبدأ بعمل فحوصات دورية مبكرة أنت ذكرت دكتورة من مرحلة الشباب من متى تعتبرينه خصوصا هل إحنا كشباب أو الشباب عندهم وعي لسه إحنا شباب الحمد لله في عندهم وعي لهذا الشيء دائما أجل حتى من البداية كنا نتكلم مع الزملانة فاسوها كانت تقول لسه بدري لسه بدري يعني على مرحلة التقاعد لكن ليس لسه بدري على التجهيز لهذه المرحلة سراحة أكون معك سريحة يريد العائلة تغرس العادات الصحية بالطفل عشان الطفل لما يكبر يظله مستمر عليها وهي عادة لازم نبدأ الخطة الصحية لما يكون ماتيور فوق 18 سنة بس لازم يكون قبل 18 عنده فكرة عن أهمية الغذاء أهمية الرياضة بالحياة طيب كيف دكتورة ممكن لأشخاص يحددون أهداف الصحية واقعية وقابلة للتحقيق قبل تحديد الهدف لازم تعرف المغزى أو شو السبب ولازم الهدف يكون بالنسبة لي لازم يكون هدف سمارت دكي شو يعني يحدد واقعي نقدر نحققه فترة زمنية معينة نعم ولازم يقاس عشان ليه لأنه هدف يعطينا حافز نعم لتنفيذ يقاس بمعنى يقاس أقول لك أنا بدي أنزل كيلو خمسة كيلو لازم متى أبدأ هاو لونغ في الفترة الزمنية شو أعمل ويقاس ما قبل ومع بعد طيب هل في أمراض معينة لازم أيضا نركز عليها مبكرا على مراقبتها عشان نقدر يعني نتحكم فيها ونعالجها بمرحلة مبكرة أو بالأحرى كمان ممكن نقي أنفسنا منها ممكن أو في أمراض معينة طبعا أكيد في أمراض كتير بنقدر نمنحها أصلا أنا كطبيبة أسرة لازم نبدأ بعمل فحصات دورية مبكرة بعد الثمنتاشر سنة ليه؟ لأنه من تين إيج للثمنتاشر سنة صراحة من نمط حياتي غير سليم سهر فاست فود جنك فود فبتيجيني حالات على الثمنتاشر سنة سمنة نعم فهي معرضة للسكر لازم أفحص السكر لازم نفحص القولسترول نقص المعادن الفيتامينز الغدة الدرقية فحص الفيتامينز هاي كتير مهمة نعم هاي جنرال لكن في فحوصات على حسب منظمة الصحة العالمية في فحوصات دورية لازم نعملها على حسب العمر اللي هي تقي من الأمراض الخبيثة أنا بالنسبة اللي على سن الأربعين لازم نعمل الفحص الدوري لسرطنات الثدي على سن الأربعين برضو فحص دوري لسرطنات القولون نعم على سن الخمسين لسرطنات البرستاتا على ستين لهشاشة العظام نعم بعد الزواج فحص دوري لسرطنات عنق الرحم هاي كتير مهمة نعم على حسب الإيج طيب العادات الغذائية دكتورة اللي لازم يعني نبنيها بسن مبكرة اللي ضمان صحت أسامنا بعمر متقدم هي الأطعمة الغنية بالفايتامينز والمعادن والمضادلة للأكسدة كتير مهمة لازم نهتم بالأغذية اللي هي بتحافظ على سلامة الدماغ وعلى الذاكرة اللي هي بنلاقيها بالمكسرات والحبوب لازم نهتم بالأغذية المليئة بالأوميغا اللي هي بتحسن الدورة الدموية وبتمنع السكتات القلبية اللي بنلاقيها بالأسماك بس أكون معك سريحة يا ريت والله الخطة الغذائية السليمة تبدأ من سن الطفولة أنت بركز على شيء بالعائلة يغرس سن الطفولة ليش؟ لأنه الكتلة العظمية والهيكل العظمي يبنى في مرحلة الطفولة وما بعد سن المراهقة نعم فلازم الأباء والأمهات هذا حديثي كمان للأباء والأمهات يركزوا على الأطعمة المليئة بالكالسيوم اللي هي بتبني العدم وتقليل السكريات والحلويات ومعلش في عندي نقطة ممكن الأطفال يكرهوني إذا سمعوني على حسب خبرتي في ثلاث شغلات الأطفال مولعون فيها يعني بحبوها برغبوها اللي هي طعام الشوكولة نيوتيلة شيطز الحال والأندومي وهي مصدر سيء جداً للأطفال يريد الأباء والأمهات يكون شوي حارسين على هذا الموضوع لأنه في عندي أطفال سنة 13 سنة عندهم تقرحات معدن من الأمراض السبايسي فود يعني هناك بعض المفاهيم يقول لك والله هذا الطفل بيحرق كل شيء وأعطوه اللي يريد المشكلة أنه نحن الجيل نحن المفروض نتحكم في هذا الجيل لكن هو اللي يتحكم فيه للأسف واللي يطلبوه يلبى ويجيب نيوتيلة وجيب شوكولات جيب سييت فهذا كله مضر للصحة جتني حالات من طعامل نيوتيلة هاي الشوكولات أنه صار عنده تحسس بالجسم لأطعمة تانية فهو معرض أنه يصير عنده أليرجيك وتحسس بالجسم طيب دكتورة كيف يمكن التوتر والضغط النفسي أن يؤثر على صحتنا العامة بمستقبل أن يؤثر ولا كل مرحلة لها ضغط النفسي الضغط النفسي هذا والاسترس طبعاً له هو أكبر أكبر يعني أكبر مسببات مسببات للأمراض اللي هو الاسترس والضغط النفسي اللي هو بالضغط النفسي بارتفع الكورتيزول فمعرض البني آدم للقلس كيف يتعامل مع الأزمات والضغوط النفسية بمعنى هي موجودة موجودة يعني لازم يتبع أسليب الاسترخاء شو هي أسليب الاسترخاء انت شو ما بتحب تعمله يريح نفسيتك لازم تعمله هوايات نشاطات تأمر هو مضغوط لأنه مو قادر يسوي هذا نو هي حافتو يعني هو لازم يلاقي وقت لازم لما يوصل لمرحلة انه البرن آوت انه خلص أنا اي كانت منيج لازم ياخد فترة ريلاكس راحة نعم ويعمل ريليز للسترس لأنه السترس ممكن يعمل سكتات قلبية يقلل المناعة كل شي ويعمل سكر ويعمل ضغط والحالة النفسية يقضي الى اكتئاب الى قلق قلة نوم طيب دكتور احنا عندنا السؤال الأخير بس بخمس ثواني جاوبين هل في تقنيات حديثة ممكن تكشف لنا أمراضنا المستقبلية لما نزور طبيب الأسرة يعني نقول له بهذا الفحص أو هذا الفحص فيه تكشف لنا شيء مستقبلي من خلال الجينات أو غيرها من الفو هو فيه برامج هلأ بالعالم اللي هو فحص الجينوم والإمارات العربية المتحدة بدأت بهذا البرنامج نعم مع الرعاية الصحية الأولية شو يعني فحص جينوم يعني فحص الجينات الوراثية DNA بتتساعد مع الذكاء الاصطناعي فبتحدد شو هي الأمراض الوراثية المنتشر بالجتمع واللي ممكن تنتقل للأجيال وتحط خطة وقائية تشخيصية علاجية دكتورة سماح شكرا جزيلا لك